أتكلم معاك في نقطة مهمة جداً قبل ما أبدأ أخبار النادي الأهلي يعني إمبارح كلمت في نقطة اللعيبة والإصابات واللي حصل في نادي الأهلي وبعض المحبين من النادي الأهلي اللي أنا بعتذب قراءهم قوي قوي يعني قالوا لي إن إحنا مش عايزين ندخل في شكل تاني أولاً أنا عارف أنا بحترم حضراتكم قد إيه وعمرنا ما نروح لشكل تاني وعمرنا ما ندخل في أفكار تانية لكن في ناس محتاجة تفهم الكلام أكتر من مرة وأكيد ده مش جمهور نادي الأهلي وأكيد ده مش محبين النادي الأهلي لكن لازم نفهم الناس اللي ما بقدرواش يستوعبوا الكلام كلامي كان بعيد خالص عن أي أفكار مشابهة كلامي كان بعيد خالص عن أي أفكار إحنا أساساً مش بنقتنع بيها أنا كنت بتكلم عن لعيب نادي الأهلي اللي هما بالنسبة لي أصدقاء وأخوات وكنت خايف عليهم تحديداً من أي حاجة ما تكلمتش بقى إن الهزايم اللي حصلت نادي الأهلي كانت بسبب سحر وشعوزة ما تكلمتش عن مثلاً أي حارس مرمى بيطلع يمسك الكرة طوع من إيده بيشوف الكرة مرتين ما تكلمتش عن فرص كمية الفرص الضيعة للنادي الأهلي وقلت أصل المهاجمين بيشوفوا عفاريت في الجول ما تكلمتش إن إحنا جيب مياه ونرشها ما تكلمتش في الحاجات دي خالص لأن أنا عارف أنا بتكلم مع حضراتكم في إيه وعارف قد إيه إحنا بنحترمكم إحنا هنا كونات نادي الأهلي وبنحترم كل الأراء الأهلوية لكن بتكلم في جزئية واحدة بس جزئية الإصابات اللي في النادي الأهلي اللعيبة اللي كل الفريق اتصاب كل الفريق تخيلوا حضراتكم إن كل الفريق بلا استثناء اتصاب عشان كده بس أنا عايز أبعد لأي حاجة بحيث إن إحنا منشوف اللعيبة بتتصاب ليه لأنهم في الأول وفي الآخر صحابنا وإخواتنا وحبيب كنتوا جمهور وأكيد بنخاف عليهم فدي جزئية اللي أنا اتكلمت فيها بس عشان ما يختلطش الأمر عليكم لا تطرقنا إن إحنا تهزمنا بسبب حاجة ولا تطرقنا إن الحراس بتوعنا بيشوفوا الكرة كرتين أو تلاتة ولا تطرقنا إن المهاجمين بيضيعوا فرص علشان بيشوفوا أشباح في الجول ولا تطرقنا إن إحنا نجيب مياه ونرشها ولا الكلام دي خالص بعيد خالص لا عمرنا هتبقى أفكارنا نفس الأفكار ولا عمرنا اتجاهنا هيبقى نفس الاتجاه وإحنا بكرر للمرة المليون بنحترم كل مشاهدين نادل آلي وكل مشاهدين قناة نادل آلي وكل جميع نادل آلي فأكيد أسلوبنا هيكون دايما مع حضراتكم